بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركياء الشرعية. النهاردة هنتكلم على اربع رموز لو شفناهم في المنام. فنفشر بدوان للهموم بفرج بفك كرب بخروج من ديئة او من ازمة. اول رمز معنا او اول رؤية معنا يمكن شوية رمز غريب هو رؤية النزول من على الجبل. اما يشوف الرأي ان هو بينزل من على الجبل بسهولة وبسرعة من الرموز اللي بتدل على مكاسب هيحصل عليها الرأي في المستقبل. كمان لو المرأة حامل وشافت انها بتنزل من على الجبل بسرعة فدي ولادة سهلة وميسرة. كمان من النزول من على الجبل للمرأة المطلقة من الرموز اللي بتدل على تخطيها مشاكل وعقبات وخلاصها من ازمات مالية ومن ديون. كمان للمرأة المتزوجة بشارة بالفرج وحل مشاكل كانت بتعاني منها. النزول برضو من على الجبل للفتاة العسباء برضو من الرموز المبشرة لها بمواجهدها او تخطيها صعوب في حياتها كمان من الرموز المبشرة لها بتغلبها عن مشاكل بتغلبها عن مداعب كانت ممكن تقابلها خصوصا لو كانت اه في مشاكل او في عقبات في موضوع الزواج. كمان النزول من على الجبل برضو من الرموز اللي بتدل على تخطي اه ازمة او تخطي اه عقبات كانت بتواجه اللرأي في حياته بشكل عام. الرمز اللي التاني معنا النهاردة هو الخلاص من القيود. اه سواء يشوف اللرأي نفسه انه مقيد بالحبال او بالسلاسل او ان هو لابس الكلبشات اه ويشوف المنام انه تخلص اه منها. اولا القيود او الكلبشات او انه هو اه يشوف انه هو مقيد بالحبال او بالسلاسل من الرموز اللي بتدل على معاناة وعلى خسائر ممكن يتعرض لها الرأي كمان ممكن تدل على ازمات وازمات اه صعبة جدا. لما يشوف الرأي انه مقيد ايديه فمن الرموز اللي بتدل على ديئة وعلى قلق هيمر بها في حياته اه بشكل عام. كمان القيد اه برضو من الرموز اللي بتدل على ازمة صعبة جدا هيتعرض لها الرأي. الفتاة العز بقى متشوف القيود متشوف ان هي مقيدة اه في المنام فدي معاناة ومشاكل وهموم هي هتمر بيها. لما تشوف ان هي مقيدة ايدين وقدمين مع بعض. فمن الرموز اللي بتدل على اصابتها بالحسد. كمان بتدل على كلام سيء بيقال اه في حقها. لما تشوف ان هي بتحطم القيود دي. فمن الرموز المبشرة ليها بتحقيق امنية. وكمان بتحقيق هدف في القريب العجل. ولو كان عندها صعوب او بتواجه صعوب في حياتها او مشاكل او همفة من الرموز المبشرة ليها بالزويل. كمان المرأة المتزوجة. المرأة المتزوجة برضو لما تشوف ان هي بتقصر القيود فتاة خلصها من مشاكل والمصاعب بتواجهها بشكل عام في حياتها او في حياتها الزوجية او حياتها الشخصية. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي بتقصر القيود فتاة آآ بشارة لها بان هي هتتخطى صعوب زي ما قلنا وكمان بشارة لها باستقرار وهدوء في حياتها بشكل عام. كمان آآ تقصير القيود من الرموز برضو اللي بتضل على آآ خلاص من ديون ومن ازمات آآ مالية. بالنسبة للرجل كمان لما يشوف ان هو آآ بيقصر القيود فدي برضو بشارة بتخطي صعوب والتخطي مشاكل بشكل عام في حياته. آآ لو كان عنده آآ ديون آآ او ازمة مالية فبرضو من الرموز اللي بتضل على سداد الديون دي. كمان لما تشوف شخص متوفي مقيد بالاغلال فمعنى كده ان هو آآ محتاج صدقة ومحتاج جدعاء آآ ممكن يكون كان عليه آآ ديون فمحتاج ان حد ي يسدد الديون دي. كمان المرأة المطلقة لما تشوف ان هي بتكسر القيود فبشارة لها بتخطيها مصاعب بتخطيها ازمات كانت آآ بتواجهها في حياتها بشكل عام. الرأية التالتة او الرمز التالت لما يشوف الرأي نفسه انه بيدعو في المنام. الدعاء في المنام من الرموز اللي بتضل على رفع آآ بلاء آآ كمان الدعاء من الرموز اللي بتضل على انتهاء خلافات انتهاء مشاكل خلاص من متاعب آآ منهم آآ كمان من الرموز اللي بتضل على آآ سداد آآ دين آآ كمان آآ لو كان نتاكر او كان مستثمر وكان عليه ديون او حصل آآ خسار عليه فمن الرموز وشوف نفسه انه بيدعو في المنام آآ فمن الرموز اللي آآ بتضل على تعويض والخسائر دي وكمان آآ تحقيقه مكاسب وتحقيق آآ آآ ارباح. كمان الدعاء في المنام من الرموز برضو اللي بتضل على آآ تحقيق آآ امنية كمان من الرموز اللي بتضل على توبة وعلى آآ هداية وعلى قرب من الله سبحانه وتعالى. كمان الدعاء في المنام من الرموز اللي بتضل على انجاب آآ سكر والله اعلى واعلم. آآ كمان من الرموز اللي بتضل على صلاح حال الزوج او صلاح حال الزوجة خصوصا لما شوف انه بيدعو تحت المطر. آآ كمان من الرموز اللي بتضل على النجاح وعلى السعادة وعلى آآ آآ تحقيق الامنيات وكمان آآ آآ سماع اخبار سعيدة واخبار آآ آآ مفرحة خصوصا لما تشوف المرأة المطلقة او المرأة الارمالة يعني هي بتدعو تحت المطرف من الرموز اللي بتضل على سماحها اخبار آآ سعيدة في القريب. الرمز الرابع معنا انهاردة هو آآ رؤية ادالة الشعر. ادالة الشعر من الجسم في المنام آآ من الرموز اللي بتضل على تفريق قرب على زوال متاعب على زوال آآ هموم آآ كمان من الرموز اللي بتضل كمان على آآ تخطي الرأي لفترة آآ صعبة فترة كانت فيها آآ مسئوليات كتير ومكانش قادر انه يتحملها آآ كمان ادالة الشعر من الرموز اللي بتضل على انفراج او خروج من ازمات ومن مشاكل آآ كمان ادالة شعر اللي واجه من الرموز برضو اللي بتضل على الزواج القريب آآ كمان ادالة الشعر آآ من الرموز اللي بتضل على تخطي ازمات وبالاخص لو ازمات آآ مالية آآ ده كده كانت اهم اربع رموز احنا ممكن نشوفهم في المنام فنعرف ان ان شاء الله في آآ فرج في خروج آآ من آآ ازمات آآ في زوال القرب آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم بشكركوا جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع سلامة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر